من أطلق الرصاص على الصحف الورقية فتراجع توزيعها وتردت أحوالها بهذه الدرجة هي رصاصات كثيرة وليست رصاصة واحدة رصاصات بعضها قديم وبعدها فاجأنا في السنوات الأخيرة الصحفة المطبوعة لأسباب كثيرة خصوصا في الوطن العربي لم تنتبه مبكرا للطفان الرقمي الذي بدأ مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو 16 أو 17 سنة ومع تدعيات الرابع العربي كان يجب أن تنتبه الصحف أكثر إلى هذا الأمر لكن كل هذا لم يحدث تركت الصحف المجال واسعا للعبون الجدد وهم المؤسرون ومديرون مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحات التواصل الاجتماعي ليكونوا هم البديل الذي يقدم الأخبار للناس طبعا ده شكل إشكالية كبيرة جدا إذن الرصاصة الأولى كانت رصاصة داخلية كانت نيران صديقة لكن كمان التطور الكبير الذي تشهده هذه المنصات جعل ملحقاتها أمر غاية في الصعوبة عشان كده حتى لو طبقنا اسم البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه ماذا بعد؟ هذا السؤال يجب أن يسأله العاملون في الصحافة يعني مطلع كل شهر وليس مطلع كل سنة يعني أنا أتذكر أننا كنا نتكلم عن الصحافة الإلكترونية عن هذا المصطلح قبل أربع وخمس سنوات فقط الآن نحن نتكلم الصحافة الإلكترونية بمعناها الذي عرفناه قبل فترة أصبح كلاسيكي ونحن نتكلم الآن عن صناعة الصحافة الرقمية طيب ولكن أستاذ محمد فيليب مايرز وهو مؤلف كتاب النهاية الحتمية للإعلام الورقي قال إن آخر مطبوع ورقي سيصدر في عام 1943 هل هذا هو التاريخ الفعلي للنهاية الحقيقية؟ يعني من الصعب التوقع والموقوف عند السنوات معينة يعني الآن لا نجد الناس تتعامل مع الصحف المطبوعة بالشكل الذي كان به قبل عدة سنوات بالتالي المعيار ليس هو متى ستتوقف تماما الصحف المطبوعة قد تستمر بعض الصحف إذا وجدت جمهورا لها إذا وجدت مضمونا يمكن أن تقدمه أنا لازلت رغم أن أنا ابن الصحافة المطبوعة وأعمل في الصحافة الرقمية منذ سنوات طويلة لازلت أرى أن الصحفة المطبوعة يمكن أن تتواجد إذا قدمت مضمونا يناسب جمهورا لازلت يشتريها لكن الكلام على أن الصحفة المطبوعة بشكلها العادي يمكن أن تتوازى مع الصحفة الرقمية أمر شبه مستحيل نعم هل تقصد أن تقول أن الصحفة الورقية يمكنها أن تبقى في المستقبل ولكن بشروط معينة؟ بشروط معينة ليه علاقة بالمضمون بشكل أساسي ليه علاقة بالأسواق التي تتعامل فيها هناك أماكن الإنترنت قد لا ينتشر فيها بنفس الطريقة هناك موضوعات تحتاجها أنا شخصيا أحرص على المطبوعات المتخصصة أحرص على المطبوعات الشهرية التي يمكن أن يكون فيها ما يفيدني ويعيش لسنوات طويلة عندي في مكتبتي لكن لا أفهم أن توجد صحيفة يومية ورقية بالمعنى التقليدي الموجود الآن أعتقد أن لن ننتظر حتى 2043 يعني الموضوع أصبح أقرب من ذلك بكثير والصدمة التي حدثت للبعض عند أجلاق الصحف المسائية كما ذكرت عزيزي في مقدمتك هي مجرد بداية يعني يجب أن يعتادوا على أننا قد نجد صحف أخرى يعني قد تلحق بها والموضوع بالمناسبة ليس له أي علاقة بالتاريخ نحن نتحدث هنا عن الأهرامات وأبو الهول ونقول أنها ستعيش إلى الأبد كون أن في جريدة عمرها 100 سنة هذا لا يعني أبدا أنها ستستمر دون عائد وستستمر ولا أحد يمسكها بيده لك